اشتركوا في القناة لأن أجعل على رب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة سهيون هالليل ياه من إنجيل معلمنا يحن البشير الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حزيرة الخرافي بل يطلع من موضع آخر فذاك ساركوا ولصوا وأما الذي يدخل من الباب فهو راع الخرافي لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب هذا المثل قاله لهم يسوع وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم ثم قال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخرافي جميع الذين أتوا قبلي هم سراك ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو باب الخرافي إن دخل بأحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا وأما السارك لا يأتي إلا ليسرك ويزبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أنا هو غاعي الصالح وغاعي الصالح يبزل نفسه عن الخرافي وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست الخراف له فإذا رأى الزئب مقبلا يهرب ويترك الخرافة فيخطف الزئب الخرافة ويبددها لأنه أجير ولا يبالي بالخرافي أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا وأنا أضع نفسي عن خرافي ولي خراف أخر ليست من هذه الحزيرة ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة لراع واحد والمجد لله دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر